في جوازات كتير بطبوص بسبب تدخل الاهل فيها. ولكن اتضح ان تدخل الاهل ده حاجة بسيطة جدا بالنسبة لللي ناس تانية ممكن تعملوا. السلام عليكم اعزائي المشاهدين اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة معنا مراجعة قصة تحت الحزام من مسلسل حدثة بالفعل. فتابعوا معي الفيديو. ما تنسوش دعموني بتعملوا لايك وشير. بتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان نوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. وهيقدم مسلسل حدثة بالفعل عدة قصص قصيرة. كل قصة هتكون مكونة من ثلاث حلقات. هتدور احداثها عن الامراض النفسية وازاي الامراض دي ممكن تدفع الناس المصابين بيها لارتكاب الجرائم. والجدير بالذكر ان القصص دي هتكون مأخوزة من احداث حقيقية في كل الحاجات اللي هتحصل دي هتكون حدثت بالفعل. اما عن قصة تحت الحزام فبتتكلم عن دكتورة نفسية عندها حب مرضي لابنها. لدرجة ان لما بتمر الايام وابنها ده بيجبر وخلاص بيكونها هتتجوز فامه بتحس ان امراته خلاص هتاخدها منه وهو مش هيبقى موجود معها تاني فبتكرر ان هي تخطف خطبته علشان الفرح ما يتمي. نتكلم دلوقتي عن جزئة القصة والسيناريو. تقديم القصة والشخصيات بالنسبة لي مكانش افضل شيء. وحسيت ان احنا يعني بنحاول نتشبه فيه كده بالاعمال الاجنبية اكتر وبنحاول نعمل لمسة مش بتاعتنا. فبالتالي الهوية بتاعتنا كده كانت مفقودة في التقديم. ولكن بعد شوائية ولما دخلنا في الاجواء والمسلسل بدأ يقول الاحجاز بتاعته يحكي القصة يعني يمكن النقطة دي اختفت شوائية او قلت بدرجة كبيرة عن ما كانت موجودة في الاول. كمان كان في بعض المشادة الحوارية اللي كانت كويسة وكانت مكتوبة بشكل حلو جدا. بالنسبة بالنسبة للنقطة بعد كده فهو سؤال دايما بيجي في دماغي اول ما بعرف ان العمل اللي انا بتفرج عليه ده هو مأخوذ من قصة حقيقية. السؤال لا بيكون هل القصة دي تستحق عمل فني يكون اكتر من حلقة? لان دايما اي عمل مأخوذ من قصة حقيقية فانت بتطهر تحط عليه بعض اللمسات الدرامية وبعض الحاجات ممكن تضيف شخصيات كمان احيانا. يعني لو بتحاول تخلي الموضوع ده ملائم دراميا اكتر ان انت تعمله في صورة مسلسل والناس تتفرج عليه وتحبه. بالنسبة لقصة الحكاية بتاعت النهاردة فهي قصة حلوة جدا وقصة حرفين هتبيع للمسلسل وهتخلي الناس كلها عايزة تتابعه عشان تعرف ايه اللي حديحصل في التفاصيل بتاعتها. لكن لو جينا بصينا القصة هتلاقي ان هي عبارة عن موقف. موقف واحد فقط بس ويترتب عليه كل الحاجات التانية. ده عرضنا لايه? ده عرضنا لان انا شفت حلقتين كان فيهم هاري كتير او احداث زيادة اللي هو. يعني مش دي الاحداث اللي محتاجها او مش دي الاحداث اللي انا داخل اتفرج علشانها. حلقتين من مسلسل كانوا غير كافيين لسرد جزء كبير من القصة وفاضل حلقة واحدة بس فاكيد انت مش هتيجي تحشي كل احداث القصة في الحلقة التالتة دي. فده الشيء حسسني يعني ان القصة بتاعتنا كانت بسيطة جدا لدرجة ان احنا مقدرناش نعملها تلات حلقات بحاله. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. الاخراج بالنسبة لي كان كويس. العيب بس اللي موجود فيه هي القصة اللي انا اتكلمت فيها في التقديم اللي هو موضوع لتشبه بالغرب. فانا حسيت ان هو المخت بيحاول على قد ما يقدر يقول لنا يا جماعة ده عمل اجنبي. يعني انا مش محتاج ان انا اتفرج على العمل مصري بطابع اجنبي. لا بالعكس انا عادي اتفرج على العمل مصري يكون حلو ويكون باللمسة بتاعتنا بالشخصية بتاعت المسلسلات بتاعتنا عادي خالص. انا مش عادي اتفرج على اي حاجة غربية اطلاقة. ونعظم المحاولات اصلا لعمل مسلسلات تكون متشبهة بالاعمال الغربية بتكون نهايتها ان هي مسلسلات مش حلوة والناس ما بتحبهاش. وشوفنا حاجات كتير على مدار السنين اللي فاتت بنفس الموضوع ده. يعمل لك مسلسل ويقول لك انا جايب كاتب اجنبي وجايبين مخرج اجنبي وجايبين مش عارفين كم يشارك في فيلم ايه اللي حقق اراداته ارباح وطراته جوائز وكل الحاجات دي كلها. وفي الاخر بتلاقي العمل ضعيف جدا مقابل العمل العادي بتاعنا اللي بتلاقيه متفوق عليه بصورة كبيرة اوية. بلو الاداة التمثيلي فالتحديات التمثيلية اللي موجودة معنا اصلا قليلة او الحلقتين مش مقدمة حاجات كتير. وده برضو حاجة من الحاجات اللي مدايقان يعني لو انت مقدم لنا حلقتين في المفروض بقى الحلقتين دول يبقى فيهم هما صلوب القصة في الحلقتين اصلا انت فاضل حلقة واحدة فهتلحق تعمل فيها كل الحاجات دي ازاي. عموم ان هو الاداة التمثيلي اللي ظهر يعني كان كويس ولكن برضو نجمس يعني الفنانة غادة عبد الرازق يعني مش دي غادة عبد الرازق اللي كانت موجودة في كل عمالها قبل كده لأ في يعني اداء مختلف الصراحة والاداء ليها ما كانش افضل حاجة. في العادي انا ما بحبش احكم على عمل من غير ما يشوفوا كله ولكن هو اصلا تلت حلقات بس انت قدمت لي حلقتين ما كانوش كافين بالنسبة لي هما ما كانوش مخيبين للامال ولكن انا كنت منتظر الصراحة حاجة اقوى من كده او انت بتقدم لي تلتين القصة في تلتين القصة ده كان يكون مقنع بالنسبة لي بدرجة اكبر يخليني عايز يشوف بها الحلقة وايه اللي هيحصل وكده انا كده كده طبعا هكون عايز اشوفها ولكن برضو مش بنفس الاهمية لو انت كنت قدمت لي القصة في اول حلقتين بطريقة افضل من كده. وبس كده زي مشاهدين يكون خلص فيديو النهاردة الناس بقى اللي انتشفت الحلقتين يقولولي هل عجبهم ولا لا وهل شايفين ان في التشبه بالغرب ولا حاسينوا مسلسل مصري عادي. بتنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير مع ساقكم اكدوا انتم مشاركين في القناة ومفعلين مجرد عشان يوصلكم كل جديد واشوفكم تاني في فيديوهات جايكتين ان شاء الله.